طباء وأمة المساجد في عامرية الصمود تتهيأ مساجد الأنبار لشهر رمضان وحملاتها الإغاثية في الشهر الفضيل برعاية رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبدالخالق العزاوي حيث نظمت إدارة الوقف في العامرية اجتماعا موسعا لبحث عدد من القضايا برعاية معالي رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبدالخالق العزاوي تقيم مديريتنا في هذا اليوم المبارك اللقاء التحضيري استعدادا لشهر رمضان المبارك وبوجود نخبة من المشايخ الكرام من أمة الخطباء مساجد العامرية حقيقة بعد من الله تبارك وتعالى علينا بانقضاء وانحصار جائحة كارونا بدأت المساجد تعود إلى طبيعتها وإلى نشاطاتها فالحمد لله تبارك وتعالى نحن على تم الاستعداد أئمة وخطباء المساجد في الأنبار ثمنوا بدورهم حرص رئاسة الوقف السني على ما تقدمه المساجد والتأكيد على الخطاب المعتدل إضافة إلى تبني حملات إنسانية تنطلق من المساجد لغاثة النازحين والفقراء خلال شهر رمضان مساعدة ومد يد العون للناس المحتاجة في شهر رمضان المبارك فلذلك هناك شقين من استعدادات شهر رمضان المبارك الأول هو الجانب المحاضرات والتوعية والجانب الإيماني من صلوات وغيرها والجانب الآخر هناك استعدادات في أغلب مساجدنا لمد يد العون للنازحين وللأيتام هناك برامج للأيتام هناك برامج للمحتاجين والعوائل المتعففة لما تجد به الناس في شهر رمضان ديوان الوقف السني ومديريات الأوقافية ترعى مثل هذه الاجتماعات لأن هي المرجعية لأهل السنة وللأمة في هذا البلد بصورة عامة فهي الداعمة والراعية الحقيقية لنشر الفكر ونشر المحبة ونشر السلام وعلى الرغم من فترة توليه القصيرة لرئاسة الدوان إلا أن خطوات الشيخ العزاوي في دعم مديريات الأوقاف باتت واضحة خصوصا في سعيه الجادي لتسخير المساجد في خدمة النازحين وتخفيف العبئ عنهم من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة